موسيقى مشاهدين رفاضل أهلا وسهلا بكم وسعد الله مساءكم بكل خير مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج ساعة للحقيقة أخيرا بعد أخذ ورد رست خيارات المعارضة ممثلة في هيئة التشاور والمتابعة للانتقال الديمقراطي على إعادة إشهار ورقة شغور منصب رئاسة الجمهورية كأبرز سلاح لمقارعة سلطة طالما اتهمها بصد الأبواب وإغلاق منافذ الحل لتجاوز ما يوصف بمأزق الانسداد يأتي هذا التطور في وقت تعيش فيه البلاد تحديات أمنية داخلية وإقليمية بالغة الخطورة فبين تنظيم داعش الذي قرع أبواب الجزائر عبر قتل الرعية الفرنسي وضغوط الخارج للمشاركة في وضع حد للخطر الداهم من ليبيا ومالي تواجه الجزائر هذا الوضع بواقع سياسي هش تتصارع فيه السلطة والمعارضة في لعبة عض الأصابع قد ندفع ثمنها أمنا واستقرارا ما دلالات إثارة الموضوع شغور منصب رئاسة الجمهورية مجددا في هذا التوقيت تحديدا وهل هذه المعارضة قادرة على إقناع الجزائريين بخطابها وما تأثير تحدية الأمنية داخليا وخارجيا على الاستقطاب الحاصل بين السلطة ومناوئها للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها مشاهدنا الكرام نسعد باستضافة الوزير والديبلوماسي السابق والعضو في هيئة التشاور والتنسيق فيها تنسيقية الانتقال الديمقراطي السيد عبدالعز الرحابي أهلا بكم سيدي شكرا بداية سيد عبدالعز الرحابي في آخر لقاء عقدته هيئة التشاور والتنسيق التابعة للمعارضة صدر بيان عن هذا التنسيقية أهم بند ورد فيه هو إعادة بعث موضوع شغور منصب رئاسة الجمهورية بعدما تم إغفاله في أرضية ندوة مزافرون بداية ما الذي تغير حتى أعيد إدراج هذا البند في هذا السياق أولا قضية مزافرون هو الشغل الشاغل للمعارضة أنا ذاك في مزافرون أنها تلمش شمل كل المعارضة لأن أول مرة في تاريخ الجزائر منذ استخلال الجزائر المعارضة تحكي بصوت واحد كانت إسلامية أو محسوبة على اليسارة أو محسوبة على الديمقراطيين طلعت بقرار سياسي موحد طلعت بمشروع سياسي موحد أنا ذاك ما كانش من الأولوية تعنا أن نطرح إشكالية شغور محسوبة رئيس جمهورية في جزائر شغلنا الشاغل حقيقة هو أن نطلع بأرضية موحدة يكون فيها إجماع كل الأطياف التي كانت موجودة في زرالدة مع تطور الوقت يعني بعد اجتماع LRCD يوم عشر سبتمبر ثم الاجتماع قبل ثلاثة واربع أيام كان هناك إجماع كذلك حول طرح إشكالية شغور منصب رئيس جمهورية تقول لي لماذا؟ من حق الجزائري يعرف لماذا المعارضة تطرح وفي هذا الظرف المميز داخلين وخارجين سنأتي إلى لماذا في هذا الظرف تحديدا لكن فقط لأن تحدثنا الآن عن جزئية مهمة وهي قضية الإجماع الحاصل حول هذا الموضوع قبل أيام تحديدا كان تسرب عن معظم لقاءة التي تمت جمعة أطياف المعارضة أنه كان هناك خلاف أو توجه في خلاف بين أقطاب داخل هذا التحالف بخصوص طرح هذا الموضوع سيد أحمد بن بيتور في أكثر من مرة كان أبدأ معارضته لطرح هذا المادة على أساس أن الخلاف ليس خلاف شخصي سيد عبد الرزاق مقري نفس الشيء وبالتالي الحديث عن إجماع متى تشكل هذا الإجماع لم يكن مطروحا هذا الإجماع فيما سبق لا هو الهيئة ماذا أنت ما طرحتش قضية المدى 88 طرحت إشكالية شغور مصدر رئيس الجمهورية دخليني ماذا شغور رئيس الجمهورية مادين كيف تقيم أي مواطن أي صحفي أي ملاحظ أجنبي يعرف أن مجلس الوزارة حوض أن يجتمع مرة كل شهر يجتمع مرة ثلث شهر أو ربع شهر أو ست شهر في بعض الأحيان أن عندما مجلس الوزارة ما يجتمعش هذا يعني أن البرلمان ما يوصلوش قوانين فبالتالي البرلمان ما يشغلش البرلمان السنة الماضية صوت على 27 قانون البرلمان المغربي صوت على 600 قانون البرلمان الفرنسي على 12.000 قانون فبالتالي إذا البرلمان نشاطه ينقص يتلاشى هذا لأنه مجيش مشاريع على القوانين من عند الحكومة لماذا مجيش المشاريع هذه لأنه مثل الموزارة ما يجتمعش سيد رحى بكل هذه المعطيات التي تتحدث عنها هي معطيات سبقت لقاء لقاء الأخير للمعارضة كانت هي معطيات منذ العهدة الثالثة للرئيس بوتفلقة ونفس المعطيات كانت قائمة العهدة الرابعة أيضا للرئيس بوتفلقة تعرف أن من يقود سياسة الخارجية هو رئيس جمهورية من يمثل جزائر في الخارج هو رئيس جمهورية قد ينوب عليه واحد ولكن يبقى هو الممثل الأول لسياسة الخارجية هذه إشكالية أنا لست بطبيب والهيئة ليست مؤهلة بش تفتي في ساحة رئيس جمهورية هذا طرح سياسي موش طرح طبي بطبيعة الحالة الصورة واضحة لكن فقط حتى نبقى في هذه النقطة الكثير من المتابعين للحراك في أقطاب داخل المعارضة يقولون بأن إعادة بعث الحديث عن موضوع شغور منصب الرئاسة هو يعكس في الحقيقة عجز المعارضة عن إيجاد أو تقدم بمبادرات فعلية على الأرض يمكن من خلالها أن تضغط على السلطة استجابة لمجمع المطالب التي تطرحها حد الآن يعني ذهاب أو إشهار ورقة عجز الرئيسي في النهاية دليل على عجز المعارضة في إيجاد بدائي أخرى هذا الكارت الكارت هذا ليس أساسي عنها هو الشيء الأساسي الذي ترحبته هذه الأرضية هي أنك تفتح المجال الإعلامي أنك الانتخابات تجرى في شفافية أن تكون ديمقراطية حقيقية في الجزائر أن البرلمان يراقب الحكومة هذه الأولويات الأولويات تحت المعارضة ليست تشغل منصب رئيس الجمهوري بقدر ما هي إصلاح النظام الجزائري والتي تنقل النظام الجزائري من الأحدية والشمولية وين رئيس الجمهورية عنده كل سلطات إلى نظام ديمقراطي صحة رئيس الجمهورية ليست بالانشغال الأساسي للهيئة لا تغلطش في هذه الهيئة عندها أرضية ستنزل برسالة إلى الشعب الجزائري عندها مشروع سياسي مستعدة أنها ترد على كل انشغالات الجزائريين فيما يخص التربية فيما يخص سياسة الخارجية فيما يخص التجارة الخارجية فيما يخص المعروقات فيما يخص الغرش الصخري فكل هذه المواضيع لتحديلها حتى نبقى عند هذه النقطة لأنه أنتم الآن تخاطبون الشعب الجزائري وشعب الجزائري هذا الذي تخاطبونه وتقولون له بأن الرئيس عاجز ولا يستطع على ممارسة مهامه وغيره شعب الجزائري ذاته هو الذي شاهد الرئيس بوتفليقى ينتخب على كرسي متحرك وهو ذات الشعب الذي شاهد الرئيس يؤدي اليمين على ذات الكرسي ورضي بهذا ويقول بأن الرئيس قادر على ممارسة مهامه الشعب الجزائري قابل متقبل من قال أن الشعب الراضي أنت تقول أن الشعب الراضي خود أنت كصحفي تعرف بش تخلق توازن في الخبر أنت كصحفي وأنا حربت بش تكون الصحفي عنده حرية لازم تعرف رأي رأي سبوتفليقى رأي الموالين لرأي سبوتفليقى رأي المعارضة رأي الخبير رأي الشارع رأي الشاب فخلي الجزائري يقارن هل الجزائري يقبل أن يكون شغور في منصب رئيس الجمهورية وأن حل ما حل رئيس الجمهورية مجموعات سياسية أن السلطة تتلاشى عندما رئيس الجمهورية عنده دور مركزي في الدستور الجزائري لا تنساش أن هذا نظام رئاسي لو كان هذا نظام برلماني وين البرلمان هو لي غير رئيس الجمهورية هو لي راقب الأداء الحكومي كنت نقول لك مش مشكل ولكن في نظام نحن وهذا مش بوتفليقى لدار النظام الرئاسي هذا النظام الرئاسي منذ خمسين سنة منذ خمسين سنة وحنا عنا نظام رئاسي وين رئيس الجمهورية هو مركز السلطة السياسية والعسكرية والديبلوماسية هو رئيس الجمهورية عندما يكون رئيس الجمهورية غائب أو رئيس الجمهورية غير حاضر في مناسبات ما تتلاشى السلطة أو تتحول إلى واحدة أخر عندما رئيس الجمهورية يخاطب الشعب من يخاطب شعبه رئيس الحكومة؟ يعني في الظرف الحالي سيدة أبي الوزير الأول من يصادق على القوانين؟ مجلس الوزراء مجلس الوزراء يجتمع تلت مرات في السنة مجلس الوزراء في ظرف عشر سنوات قدر ما كان يجتمع في سنة واحدة خبل 15 سنة لأن مجلس الوزراء منذ الاستقلال يجتمع مرة في شهر منذ الاستقلال إذا تعتبر أن عندما مجلس الوزراء ما يجتمعش هذا يعني أنك ما تقدرش مجلس الوزراء وفي رأيك أنت مجلس الوزراء ما عندوش قيمة أنا في اعتقادي مجلس الوزراء أساسي لأن هذاك هو الفضاء وين تضبط القوانين ثم تبعث إلى البرنامان عندما مجلس الوزراء يكون فيه شلل لكن هذا الشلل الذي يقول فيه أكثر من مرة وأكثر من مناسبة وكرر هذا الموضوع على أكثر من اللسان مسؤول في الدولة الجزائرية يقولون أن هذا الشلل الذي تتحدثون عنه موجود في عقول المعارضين فقط المؤسسات تعمل بشكل عادي الرئيس بوتفليقة عقد اجتماع الأمن القومي قبل أيام قليلة فقط شكرا 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 أرجوك أنت صحفي أنا أعرف المجلس الأعلى للأمن مجلس الأعلى للأمن داروا شادلي بمرسوم رئاسي في أكتوبر 1989 وكان يجتمع بطريقة منتظمة هذا مجلس الأمن اجتمع مرة واحدة الضرورة الأمنية هي التي اقتضت اجتماعه اليوم كان ضرورة أمنية يعني قبل خمس سنوات ما كانت ضرورة أمنية تيجن توري ما كانت ضرورة أمنية تقدير السلطة السياسية ممكن ترى أن الضرورة الأمنية في هذه المحالات تحتضيها ما تديرش المجلس الأعلى للأمن وهو حتى أنه صعب غير موفر فيه مدير الأمن موش عضو في مجلس الأعلى للأمن مدير الدرك موش عضو في مجلس الأعلى للأمن فخليني أنا نقول لك إذا تحب تبني دولة القانون الشعب يحترم القانون عندما يشوف القيادات تاو عندما يشوف رئيس الجمهورية عندما يشوف الوزراء عندما يشوف الوالية عندما يشوف رئيس الدائرة يحترم القانون يقولي الشعب يحترم القانون لماذا في الأرضية نحكي على دولة القانون؟ لأنها الدولة الوحيدة الكافلة بالحفاظ على الحريات وعلى الديمقراطية أنت تبني دولة القانون والبرلمان لا يحكم في الحكومة هذا نقاش آخر ممكن أن نتطرق إليه في حلقات قادمة حتى نبقى ونخرج من هذه المادة بصفة نهائية أين أنتم كمعارضة في خضم هذا المعارضة؟ المعارضة من مسؤولية المعارضة المشكلة هنا في جزائر أن فكرة المعارضة ليس مقبولة لماذا؟ في كل دول العالم ليس مقبولة عند من سيد حبي عند من؟ حتى عند صحفي لا صحفي يسلط الضاء بالعكس في كل أنظمة العالم المعارضة تعارض السلطة وتجيب البديل وتدخلش الانتخابات إذا ربحت توصل السلطة إذا خسرت تبقى في المعارضة إذا كان واحد في السلطة وخسرت يروح المعارضة وثم يرشع إلى هذه وفق الآلية الديمقراطية المعتادة في كل دول العالم في الجزائر الوضع ما عادة جزائر عندما تقول المعارضة يقول لك السالونات وحبوا يوصلوا للسلطة ويغيروا النظام هذه مسؤولية المعارضة المشكلة وش تطلب من المعارضة؟ هل لديك البديل؟ هذا الذي انطرحه سيد حنال الإعلاميين سيد سيد رحابي حتى لا نظلم الإعلاميين لأنه في كثير من الأحيان مجال النقاش الفعلي سيحصل في دوائر الإعلام أنا أدفعت ثمن حرية الإعلام وتأيدي للصحف معروف ما سارك سيد رحابي فقط لأنه انطرحت هذه النقطة تحديدا الآن نقوله بأن المعارضة لم ينكر أحد على المعارضة أن تطالب بالسلطة وأن تكون بديل لكن المشكلة في هذه المعارضة أنها بالفعل لم تخرج عن نقاش السالونات يعني لم تخرج عن العاصمة أصلا المعارضة لم تكسر بعد عقدة الشارع لا المعارضة بالفعل لم تكسر عقدة الشارع والمشكلة أنه لحد الآن لا تعترفون أنه لديكم عقدة الشارع ويجب تجاوزها خلي الجزائريين يكونوا شو هذا على ما أقول أولا المعارضة مش معارضة السالونات السالونات هي الحكومة اللي عندها حقيقة السالونات أنا كنت في الحكومة ونعرف أن الحكومة فيها كثير السالونات شوف هل أنت أنا كشخصية مستخلة وكحزب مستعد تجيب لي السريح باش ندير اللقاء كل الأحزاب بما في ذلك الأحزاب المعتمدة لازم تصريح باش ندير اللقاء وعندما تخلت المعارضة لا تخرش إلى الشارع تغلت أنا حذرت إلى تجمع حزب في قاعة حرش كان أكثر من 5000 أحد حديدا حركة مجتمع السن لا 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 حزب البناء هذا كان ليه ظروف أخرى غزة تتعلق بغزة أو تعطف الجزائرين مع غزة أفتح القاعات والتنسيقية دارت لقاء في حرش وجه الغاش فالشعب ليس حكر لا على المعارضة وعلى الحكومة الشعب هو اللي يحكم هو اللي يشاهد أنت تطرحها رأيك في السوق سياسية والحكومة تطرحها رأيها في السوق سياسية والشعب هو اللي يحكم فبالتاني ماشيش واحد يقول لك المعارضة معارضة ضالة هذا الحكي تعام معارضة صالونت أعطي للمعارضة التلفزيون العام أفتح اليتيمة على المعارضة أفتح الجامعة على المعارضة أكثر خيرك أعطيتني مناسبة أنا لا أستطيع أن أدرس في جامعة جزائرية وطلبت أني أدرس في جامعة جزائري وطلبت أني أدرس في المدرسة الوطنية في الإدارة وأنا أستاذ محاضر في خمس جامعات في الخارج ولكن ممنوع أن أدرس حتى في المعهد وزارة شؤون الخارجية موقفك سياسي يعني فبالتالي ادخل لي المعارضة المعارضة فضاءات افتح البرلمان للمعارضة افتح تلفزيون المعارضة افتح ويكاة الأنبال جزائية المعارضة افتح الإشهار أعطيه للصحف افتح المعارضة بحكم المساواة بين كل الجزائريين بحكم أن الإشهار هو سبونسور له لحرية الرأي وللديمقراطية طيب والسلطة مفتحة ما هي ديرونتوما كمعارضة يعني تبقى تسنى والسلطة أنا كنت وزير الاتصال والثقافة ونتقرسمي باسم الحكومة في 99 عندما كان بوتفلقة في المعارضة وكانت التلفزيون مفتوحة للمعارضة لأن التلفزيون مثلا متى كان بوتفلقة في المعارضة 99 كان مترشح لم يكن في المعارضة كان مرشح السلطة لم يكن في المعارضة ولكن كان مترشحين أخرين وفتحنا نقاشات لكل المعارضة وكان التلفزيون مفتوحة الديمقراطية جي إذا كان هناك قرار سياسي إذا كان هناك إيرادة سياسية شاد لي بجديد كان عنده إيرادة سياسية فتح الدستور الديمقراطي 89 لازم الإيرادة السياسية الديمقراطية لم يكن على جهل أن كان هناك ربيع عربي ربيع عربي خافوا الجزائريين فتحوا بعض القنوات التلفزيون للخواس فشل الربيع العربي نجح الربيع التونسي خلينا نروح نديره كما تونس سياستك تحكمها عليك حقيقة الداخلية الديمقراطية طلب داخلي موجود طلب خارجي واحد ما يفرض عليك من خارج عندما المعارضة الجزائري تعرف أنه في كثير من دول خاصة دول اسكندينوية السلطة تموين صحفتها المعارضة لأن المعارضة ضرورية لأنها تخلق توازن لأنها تخلق نقاش لكن نحن لسنا في هذا الوضع سيد الرحابي تلك الطيور على أمثالها تقع لكن تأكيد أنا شخصيا شاهدك أكثر من مرة يعني محتك بالشارع الجزائري وبالمواطن الجزائري وتعرف آراء في كل المواضيع المطروحة في الساحة أنا كجزائري ألتقي عادة بالكثير من المشاهدين الذين يشاهدون فينا الآن ولما تحدثوا على قضية النقاش والمعارضة وغيره أجد وشعور لدى غالبية الجزائريين أنهم لا يثقون في المعارضة أيضا كما لا يثقون في السلطة لا يثقون في سياسة جزائري لا يثقون في سياسة مطلقا بالفعل في اعتقادك سيدة رحبي لا تتحملون أنتم كمعارضين جزء كبير من هذه المسؤولية خصوصا أنه حتى الآن لا نرى مشاريع جدية للمعارضة باستثناء هذه اللقاءات التي بدأت تتبلور في شكل إيجابي مثل ما يراه الكثيرون لكن عاد ذلك لا نجد مشاريع أو طرح أو نقاش حقيقي داخل المعارضة لإحباء بديل حقيقي للشعب الجزائري أنه هناك بالفعل من يستطيع أن يحل محل السلطة القائمة أنتم لحد الآن لم تنجحوا إن كان موجود هذا الشيء لحد الآن للأسف لم تنجحوا في إيصاله للشعب الجزائري هل أنتم تعتقدون أنه بالفعل في شكل هذا الموضوع؟ أولا شكرا أنك تعطينا فرصة باش نوصلوها للشعب الجزائري ولكن هذه الفرصة ما عندناش في الإعلام المؤسساتي حتى تروح التلفزيون العمومي عمومي يعني العامة الجزائرية أولا الجزائريين بلهم السياسة لأن هناك تسييس مفرط عن المجتمع الجزائري لأن الحل ليس في السياسة الحل في الاقتصاد وتوزيع الثروة بإنصاف إحنا في حد ذاتنا عندما تفتح الصحف الجزائرية وتلفزيونات الجزائرية تلقى كل النقاش نقاش سياسي صحيح ما ممكن يجي واحد يقترح البدير على سياسة الدولة ولكن ما تلقاش النقاش الاقتصادي هي حقيقة تنشع إلى ضعف اقتصاده الحياة اليومية للجزائري هي ضعف المنظومة التربوية فبالتالي الجزائريين وش حدوا يقدروا السياسة يقول لك هذه السياسة أصبحت مدرج اللي موش مكون يروح يدير السياسة بش ينجح ويحل المشاكل تاو صحيح لماذا؟ هذه عندها ما عندهاش مبرر ولكن عندما تشوف تاريخ ولكن عندها اسقطتها في الواقع ولكن تشوف تاريخ الجزائر الناس كلها سياسة الناس كل نجحت بالسياسة حتى أصبح المثال في الجزائر موش المهندس أو الطبيب لو رجل الأعمال ينجح ولكنه الرجل السياسي لأن الرجل السياسي الوصول إلى السياسة هي الوصول إلى المنصب فبالتالي الوصول إلى الثروة فأصبح التقدير الاجتماعي للسياسة في الجزائر تلاشى كان قوي في الستينات بعد الاستقلال لأن السياسة كانت علاقة مباشرة بحرب التحرير أما الآن الطبقة السياسية تساوي لدى عامة الجزائريين ناس فشلوا علميا أو مهانيا في حياتهم الاجتماعية أو قال الناس تروح تدير السياسة وتروح للمناصب على جال الرشوة على جال الثروة هذا مسئولية عامة للشعب الجزائري ليست مسئولية المعارضة وليست مسئولية الحكومة ولكن ظاهرة اجتماعية خطيرة ظاهرة اجتماعية خطيرة وحتى نعود لصلب النقاش اللي كنا نتحدث فيها أنتم الآن في بيانكم الأخير لصدر يوم الخميس الماضي كنت تحدثت على نقطة أخرى لتتعلق بالحدث الأمني الأبرز الذي شهدته الجزائر في الأسبوع الماضي هو اغتيال الرهينة الفرنسي هنري غورديل على يد تنظيم إرهابي يدعي انتمائه لتنظيم داعش في بيانكم أنتم حملتم السلطة مسئولية فشل في تأمين مناطق كثيرة من الجزائر وتحديدا منطقة القبائل فيما قرئ لدى أوصات كثيرة بأنه محاولة الاستياد في المياه العكرة يعني هذا وضع يخص البلد كل يخص وضع البلد يخص أمن البلد يخص صورة الجزائر في الخارج أنتم كمعارضة سياسية حاولتم استغلال هذه الفرصة لمحاولة تصفية حساب مع السلطة وهذا الذي قرئ على هذا الأساس وحتى بالأمس أحد أقطاب هذا التحالف وهو جبهة تجمع أجل الثقافة وديمقراطية الأرسيدي كان أصدر بيان وبشكل مباشر تقريبا حمل السلطة المسئولية وفي البيان جاء تحديدا قال النظام يجد نفسه في مواجهة لعبة هو من صنعها أولا أنا لست قرأتهم باسم الأرسيدي ألا تحدث الأقل على البيان شوف أعتقد أن البيان كان موضوعي كان سياسي وكان مسئول لعدة أسماء أولا أحنا كدولة الجزائر هذه كدولة عندها مسئولية حماية كل مواطن يدخل طرابها كل مرة تعطي تأشيرة لواحد أجنبي يعني أعطيته كما نقوله جدودنا أعطيته الآمان يعني قال أدخل البلاد هذه في أمان العامل الثاني إحنا كشعب لذلك نقولك هذه العاملية تمس كذلك سمعة الشعب موج فقط البعض إحنا كشعب عندنا واجب حسن الضيافة معروفين الجزائريين المسلمين العرب البرابرة معروفين حسن الضيافة فهناك أخلينا كدولة بمسئوليتنا في حماية كل من يزورنا وكشعب في حسن الضيافة وحد أجنبي هذا العامل أساسي في العلاقات التولية وعامل أخلاقي حضاري العامل الثالث هو العامل السياسي تعرف هذا الإرهاب تلاشى كثير في المجتمع الجزائري اليقظة والحسن ضد الإرهاب لماذا؟ لأنه مدد 14 سنة وحنا نقوله ما كانش إرهاب انكرنا حتى وجود الإرهاب حتى في الخطاب الرسمي راح ما تسمعش الخطاب الرسمي بعد ما قلنا للجزائريين أن السلم رجع بمجيء بودفلقة السلم رجع لأن كين آلاف تعناس ماتت السلم رجع لأن صحفيين ضحاوا لأن قضاء صحاوا لأن الشرطة قضاء دركي جندي لكن هذا لا يمنع الدور السياسي الذي لعبه نقول لك لماذا؟ عندما تقول للشعب أنا لي جبت لك السلم عندما تقول للشعب أنت لي جبت السلم بالتضحية لتاك جبت السلم يتلاشى تتلاشى الروح هذه عنده ويقول لك هذا الإرهاب مشكلة بين السلطة أو الحكومة الدولة الجزائرية والإرهابيين أنا أعتقد شخصيا أن اليوم نحن في حاجة إلى اللحمة الجزائرية هذه فيها إجماع وطني كل الطبقة السياسية سلطة ومعارضة أن العنف خطر على الجزائر على استقرار المؤسسات ويمس بسمعة الجزائر هذه ما كانش فيها تعرف ما كانش فيها جدل عندما ناقشنا الموضوع داخل الهيئة وعندما تم سياغة البيانة نهائية ما كانش هناك حقيقة جدل ولا نية في جعل الحكومة مسؤولة عما جرى في في تيكشتان صدقني نعم لأنه اتطرقنا الموضوع داعش هذا موضوع داعش أصلا أثار الكثير من الشكوك والتساؤلات حول حول خلفية وحقيقة هذا التنظيم هل تفاقد أنت سيد رحابي أنه بالفعل داعش موجود في الجزائر أنا مهمني شوش اسمه هذه شبعة إرهابية تخضع إلى أجندة دولي هو إضعاف الجزائر إضعاف الجزائر والدخل للجزائر في دوامة العنف وهو ترجع الجزائر إلى دوامة العنف عندما تضعف الجزائر تضعف المواسسات تحة تضعف اقتصادي وترجع إلى العهود الغابرة تصبح ميدان لداعش أو أي جماعة إرهابية أخرى أنا لا أؤمن بهذه حكاية داعش أي مجموعة إرهابية حتى في الصحرة الجزائرية تقولك تابعة لداعش اللي هنا تحب الصدع وأنا آسف حقيقة آسف وكنت تدمرت كثير أن وسائل إعلام الجزائرية تنعت الصور هل الجزائرين شاهدوا صورة واحدة تعالى سبتمبر في الولايات المتحدة أو مادريد العمليات الإرهابية في إسبانيا وفي لندن ما كانش عندما تنعت الصور تعالى الضحية تقوي في الرعب تقوي في قوة الإرهابيين الإرهاب في الجزائر ما عندوش أجندة داخلية لأنه ما عندوش مبرر سياسي أو اجتماعي وخدسها الإرهاب في الجزائرية عنده أجندة دولية شوف خلينا نعطيك مثال واحد بسيط هذا المجاو هذه الجماعة الإرهابية هذه حركة توحيد والجهات في شمال مالي ما هو الأجندة عندها دارت في حياتها في ظرف ثلاث سنوات خمس عمليات تندف خطفة متعاملين أجانب ثم ورقلة ضد الدرك الوطني ثم تمرس ضد الدرك الوطني ثم خطفة الدبلوماسيين الجزائرية فبالتالي هذا يعني أن الجنة داحة فقط هو إضعاف الجزائر ما عندوش جنة ثانية حتى نبقى في موضوع داعش سيد الرحابي لأنه سمعنا كثير من التصريحات التي تتهم حتى أطرف الداخلية بالضلوع في هذه القضية ممكن كان آخرها تصريح للأمينة العامة الحزب عمال سيدة الوزاح النون التي تهمت صراحة حركة الماك بالتورط أو بالضلوع بشكل أو بآخر في هذا الحادث هل تعتقد أنه بالفعل هناك الجزائر في خانة الاستهداف الدولية مثلما تروج لذلك الكثير من الأطراف الداخلية يا أخي أنا تجريم جزائريين من طرف جزائريين أخرين هذا غير مقبول أنا لا أؤمن بمسؤولية أي تنظيم سياسي في بلاد القبائل فيما حصل في بلاد القبائل هذا عندما جزائريين يبدوا يطيحوا في الفخ تعال الأجانب هذه عملية إرهابية ليس لدها لها أي مبر وإنت عندما يبدأ الواحد يحوس على أي مبر ولا يحوس على المنطق للإرهاب يفشل في محاربة الإرهاب ليس لديه أي منطق فقط أنك تضرب هذه الدولة الوطنية تضرب هذه الدولة العصرية مشكلة تحم أن الدولة الوطنية لا يملوش فكرة الدولة الوطنية يعني عندما تجيك أوامر من بغداد أو من دمشق أو من بشوار وتقوم بعملية تضعف بلادك هذا يسمى إرهاب ما عندهوش اسم ما عندهوش نحوصوله على مبرر داخلي إحنا كنا من الأوائل في التسعينات يكنا نقوله هذا الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود وما عندهوش مبرر ديني وما عندهوش مبرر سياسي أصبحنا الآن طحنا في الفخة تعالناس ونقلبوها مشكلة داخلي جزائري لكن سيد الرحاب أنت الآن تقول بأنه الوضع منبت ومفصل عن قضية قضية تورط بعض الأطراف الداخلية في هذه القضية لكن بالمقابل حتى نضع الأمر في سياقه الآن هذه العملية جاءت في ضرف حساس تشهده الجزائر على مستوى الحدود الشرقية وحدود الجنوبية تحديات كبيرة تعيشها أمنية تعيشها الجزائر في اعتقادك هذا في مقابل ما يوصف بأنه هناك تحالف دولي لضرب داعش وضرب الإرهاب في العالم والجزائر كان عندها موقف واضح من هذه القضية هل تعتقد أنه بالفعل الجزائر يراد يشراكها بشكل أو بآخر في مخطط دولي لهذا السياق لذلك تمت هذه العملية التي حصلت في منطقة القضية أول من قال أن الإرهاب دولي نحن لقلناها في تسعينات في خطاب لوزينا للشؤون الخارجية في شرم الشيخ ولكن مسؤوليتنا هنا في المنطقة الأول هي أول المسؤولية الداخلية أن الإرهاب لا يكون عندك لأن الإرهابيين الذين كانوا موجودين في الجبال الجزائرية وصلنا إهلاته سبعة أو ثمانية جنسيات تيغن تورين كان فيها ستة جنسيات من الناس اللي يدخلوا في العملية تيغن تورين بما فيها من كندا وهلو مجرى مسؤوليتك أنت اليوم نحن كواطن كبلد أنا ليس لهجة على المعارضة لهجة على مواطن جزائري أولا تأمين حدودك المسكو المسكو ليس فقط داخلي وتأمين حدودك لماذا مسؤولية كبيرة لأن تأمين حدودك تأمن حدود مع جار غير قادر عسكرين وما دين أن يأمن حدوده فيصبح مسؤوليتك في تأمين الحدود مضعفة تأمين حدودك أنت عندك 7000 كم حدود عندك حدود مع 7 دول فبالتالي عندك مسؤولية إقليمية يصبح عندك دور محوري في تأمين حدودك وتأمين حدود الغير أنت مش تطلب من ليبيا أن تأمن حدودها ولكن أنت تأمن حدودك الجزائرية الليبية وعندما تأمن حدودك تأمنها بالجيش بإمكانياتك ولكن كذلك بالتعاون الدولي وهل تعتقد سيد الرحابي أن الجبهة الداخلية للجزائر مستعدة لمواجهة هكذا تحديات مثل ما تحدثت عليها أنت الآن نلاحظ أنه كما يذكرون وكما يقولون وكما تقولون حتى أنتم كمعارضة أنه الوضع السياسي للجزائر وضع أزمة ووضع هش والوضع الهش في أي دولة الوضع الداخلي في أي دولة لما يكون هش يعجز عن مواجهة تحديات تحديات إقليمية ودولية قد تواجه هذا البلد هل تعتقد أن الجبهة الداخلية في الجزائر كانها مواجهة هكذا تحديات وأنتم كمعارضة أحد أطراف هذا الجبهة وأحد كما يتهمونكم بينكم أحد أسباب هششت هذا الجبهة فيما يخص قضايا الإرهاب متاع الأمن متاع السياسة الخارجية هناك إجماع وطني ما يبدأش واحد يحاول يكسر الإجماع الوطني حول السياسة الخارجية تاع جزائر ما هي السياسة الخارجية تاع جزائر سياسة الخارجية عندها ثلاث مكونات دبلوماسيتك ما كانش هناك إجماع حول دبلوماسية الخارجية اقتصادك لازم يكون قوي إذا دخلت في حرب استنزاف في حدودك ضعف الاقتصاد وسياستك الدفاعية حول هذه القضايا الثلاثة اللي حكينا عليها هناك إجماع وطني نظرك أنت تحوز تخلق مشكلة بين المعارضة والدولة حول قضية أساسية وهي أمن الجزائر حتى تعطي شعور للمتفرج الجزائري أن المعارضة يعني قريمة تقول خينة قريمة تقول عميلة للخارج أو طرف في عدم استقرار الجزائر هذا التساؤل الخامس في الجزائر خطير هذا طرح خطير هذا طرح خطير هذا طرح ينمي على حاجة عدم معرفة حقيقة الإجماع الوطني حول الوحدة الوطنية ينمي على حقيقة أن الوضع في الجزائر يصل إلى درجة من التعفن وين أصبحوا الجزائريين يفكروا بأن حتى المشاكل لسببها خارجي كما الترهاب عندها امتداد في الداخل أصبحنا نشكه في بعضنا أصبح حتى الصحافي الجزائري في قناة مخترمة لا لا ليس سيد رحبي لا حتى لا تقولني ما لم أقل لا حتى لا تقولني ما لم أقل هنا أطرح أسمح لأطرح لا لا طرح طرح موجود وفي شخصية لن أذكرها يسماع لا خليها تخدم سوريتها قد في شخصيات تحدثت عن هذا الموضوع أشارت لمحت إلى هذا الموضوع وتحدثت بأنه بعض في كثير من الأحيان أن المعارضة قد تستغل لهذا الوضع ممكن هي لم تتهم مباشرة المعارضة بأنها مندرجة في إطار أجندة لا حتى أنا لم أقل هذا الكلام لكن أنا أقول أن المعارضة باستغلالها للوضع الأمني الذي تعيش فيه الجزائر وهي تطرح مواضع من قبيل شغور منصب الرئاسة أو الحديث عن قبيل تغيير النظام غيره قد يكون أحد المسببات يا أخي هذا الخطاب أنا سمعته في الانتخابات هذا ليس خطاب سيد رحبي هذا الخطاب سمعته في الانتخابات الرئاسية عندما كان رئيس الجمهورية يجتمعوا كل أسبوع بقائد الأركان ويحكيوا على المخاطر الأمنية في الحدود وداخل الوطن كمنة الانتخابات مقاوش يجتمعوا هذا التخويف ما تخوفوش جزائريين هذا شعب وعي وشعب يعرف حقيقة النظام مشكلة هو ترهيب ترهيب ما تخوفوش الشعب لسنو لحنا من نخوف هناك معطيات موجودة في ساحة السياسية نحن كأعلميين نطرحوها ونتم كمعارضة جوبوا عليها حتى لا تدخلني في موضوع الثنائي من المفروض هذا السؤال تتروحي للحكومة لأن من مسؤولية الحكومة أنها تعطي ضمانات للشعب حول الأمن والاستقرار من المفروض الحكومة أنت تعرف أنه رئيس الجمهورية تعالوية رئيس الأمريكي يخاطب شعبه مرة في الأسبوع منذ الحرب العالمية الثانية وهذه التقاليد أنك جي لشعبك وتقول له ما تخافش عندي إمكانيات باش نأمن حدودي عندي إمكانيات باش نأمن الوضع الداخلي وهذه الميزانية تعدولة وإحنا جيش قوي وشعب متوحد وهذا الخطاب الذي تقوله السلطة الثانية ما كانش خطاب السلطة ما عندهاش خبرة في تسيير الأزمات السلطة التي تعيش بالبيترول 120 دولار تتلاشى فيها كيفية تسيير الأزمات نعم سيد رحاب حتى نخرج من هذا الموضوع قليلا ونعود فقط إلى الموضوع لأنه أنت تحدثت على نقطة الدبلوماسية ودور الجزائر اللي ممكن أن يكون أحد روافد القوة الناعمة للدولة الجزائرية هو موضوع الحراكة الدبلوماسية اللي ممكن تقوم به أجهزة الدولة الآن نشهد أن الجزائر في الفترة الأخيرة صار عندها ظهور أو وجود أقوى من الفترات السابقة في خصوص الأزمات الإقليمية الحالية نرى الوساطة الحاصلة بين الأطراف المالية دعوة الجزائرية أن تكون الوسيط بين المتخاصمين في ليبيا هل تعتقد أنه هذا عودة للدبلوماسية الجزائرية من باب إفريقيا مجددا؟ طيح هذه رجوع الجزائر إلى إفريقيا بعدما ترجعت مدد سنوات طويلة ولكن تعرف أنت الدبلوماسية وحدها هي الدبلوماسية آلة من آليات السياسة الخارجية بش تكون عندك دبلوماسية قوية لازم يكون عندك اقتصاد قوي ويكون عندك منظومة دفاعية قوية اقتصاد قوي تقول لي علاج عندما يكون عندك اقتصاد قوي هذا يكون عندك تجارة خارجية تكون موجود في كل دول الساحل يكون عندك أطباء معلمين تكون الأئمة تكون عندك قنصرية تتعرف أنه خطفونا قنصل وقتلونا دبلوماسي لأنه كان عندنا وجود إنساني لتبعث قنصرية في جاو لأنه عندك مواطنين لازم تحميهم قنصريين بدت الجزائر ترجع إلى أفريقيا بقناعة أنا راسخة عندي كديبلوماسي أن أفريقيا هي بوابة الجزائر أن أفريقيا هي البعد استراتيجي الجزائر هي العمق استراتيجي الجزائر وأنا كنت أول من رحبت بهذه هنا في القناة في جزائر قناتكم رحبت برجوع الجزائر إلى الساحة الأفريقية وهذا الرجوع سيد الرحابي هل تفسروا بأنه نتيجة إرادة سياسية ويتعلق برغبة دولية في أن تلعب الجزائر هذا الدور أم أنه الأمر أقل من ذلك هو يتعلق بفعالية شخص وزير الخارجي الحالي كل العوامل التي ترى بك أولا ضرورة حتمية هذه سياسية أمنية أن تأمن حدودك لذلك تكون موجود في الدول التي تحب تأمن الحدود ثانيا تنقل الإرهاب من أفغانستان إلى المشرق ثم إلى الساحة لأنه لقى فضاءات فارغة دول هشة أرض خسبة الانتشار قبائلية تجارة على الأسلحة وتجارة على المخاضرات وأكيد كذلك أن شخصية الوزير الخارجي الوزير الخارجي الحالي رمطان العمامرة لعبت دور لأنه عنده خبرة مميزة في إفريقيا ما عندهش خبرة مميزة فقط في إفريقيا وكان سافير في واشنطن في نيويورك وفي النمسا في البرتغال فبالتالي عقيقه هو دبلوماسي مميز عنده خبرة كبيرة في هذه القضايا تعرف الدبلوماسية هوية كل واحد يعطيها الهوية رئيس الجمهورية هذا عنده هوية في الدبلوماسية والزرواء القبله كانت عنده هوية ثانية شهد لي كانت عنده هوية ثالثة كل واحد عنده هوية أنا سعيد بأن الجزائر ترجع إلى إفريقيا وهذا الرجوع ممكن أكسب الجزائر بعض الأعداء أو الخصوم الجدد وهذا سياج عسكري على الحدود الجزائرية تسعيد الموقف السياسي النبرة الدبلوماسية الهجوم في وسائل الإعلام الذي يستهدف بشكل مباشر الجزائر هل تعتقد أنه ما رد هذا إلى الرجوع الجزائر إلى هذا الحرك الدبلوماسي أنه يتعلق بأجندات أخرى تراها المغرب تعرف هذه كان الشيء يصدق على الجزائر والمغرب هو العدو الحميم فمشكلة عن مغرب مع علاقته مع الجزائر هو أن المغرب عايش في شبه عزلة شبه جزيرة عنده حدود فقط مع الجزائر ومع الصحر الغربية فبالتالي مدام الجغرافية تحكم نسبة كبيرة سياستك الخارجية أصبح هو معزول أصبح ما يشوفش كثير يعني حق خدم إلى الاتحاد المغاربي بقدر ما يشوفه سوق أصبح يشوف إلى الشمال أنه خب في تونس أنه خب الاقتصادية هذه موجودة beloved في تونس وفي جزائر ليس موجودة في المغرب ليس موجودة في تونس وفي المغرب ليس موجودة في جزائر أن الجزائر كلها سياسة حكيوش كثير على الاقتصاد أنه خب الاقتصادية في تونس وفي المغرب تشوف إلى الشمال نحن لا نشوفه كثير إلى الالتحاد المغربي ونشوفه إلى إفريقيا فالمغرب بحكم نوعه الجغرافي ما عندوش منفذ ما عندوش بوابة إلى إفريقيا فحاول أنه يكون طرف في الملف تحت الساحل وفي ملف ليبيا للأسف الشديد كل نشاط سياسي في المنطقة مثلا حول ليبيا قال دول المجاورة مع ليبيا هي لي عندها مسؤولية مباشرة عندها مسؤولية مباشرة مش تلقى حل للقضية الليبية لأن هي لي تدفع تداعيات الوضع في ليبيا فالمغرب حس بنفسه معزول فيحاول يكون موجود في المنطقة عن طريق إسبانيا وإيطاليا كمبادرة الأخيرة للدارتة إسبانيا خمسة زي خمسة اجتماع الأخير في مادريد وانكين المغرب حاضر هذا مشكلة قديمة مع المغرب أنه ما عندوش حدود مع إفريقيا يعني عقدة الجغرافية تحرك الدبلوماسية المغربية في كثير من الأحيان حتى نخرج من موضوع دبلوماسية سيد رحبنا أحاول أن أستغل فيك كل المصال المعارفة عليك كمعارب كدبلوماسي وحتى كإعلامي هذا معارب ليش مهنة أنا أستاذ جامعي ليش معارب لا 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 يعني في سياق في سياق خياراتك سياسية وتوجهتك سياسية أنت معارب تحدثنا على هذا السياق من خلال الانتقال الديمقراطي ونتحدثنا على أساس أنك دبلوماسي مش مهنة أكيد لا أنا أتحدث عن مصارك سياسية رحب نجل شوية بصيفتك شغلت في مجال إعلام وكنت وزير الاتصال وغيره حبينا نسلط الضوء قليلا على آخر حدث شهده المشهد الإعلامي في الجزائر هو إعلان تشكيل هيئة سلطة ضبط السمع البصري وتعيين سيد ميلوت شرفي النائب القياد في تجمع الوطن الديمقراطي على رأس هذه الهيئة أنتم بداية كمعارضة كنت تطرقت لهذا الموضوع في بيان الأخير كهيئة للتشاور والتنسيق أو المتابعة كنت تطرقت لهذا الموضوع في اعتقادك بداية ما هو موقفك أنت كإعلامي قبل أن تكون سياسي من تعيين سيد ميلوت شرفي على رأس هذه الهيئة يعني أنا بصراحة بركم صرحتي في الموضوع هذا الموضوع في الاجتماع في الهيئة المرة الأخرى هذه النقاش حوله مدامش نص دقيقة فعندما اقترح واحد أن سياغة ما في النص قبلناه فمقاش نقاش حول الموضوع لأن سياسة الحكومة ما تغيرتش في مخص الإعلام احتكار تعدل للإشهار جعل من الإشهار آدات للضغط على بعض الصحف على وسائل الإعلام لخط الإعلام يتحموا ويشح حكومة تكون دولة كذلك تطبع الصحف هذه آدات الضغط أنا مرتاح من هذه الناحية لأنني أنا الوزير الذي اقترح على الحكومة وافقت الحكومة على كسر الإشهار تعال نب المكالة الوطنية نصر الإشهار ويكون الإشهار هذا تابع للوزارات والشركات مباشرة تصبح مشكل مشكل اقتصادي وضع تجاري أكثر منه مشكل تجاري صدع صحيح عندما وزارة فلاحة تعتبر أن الفلاحين يقرأوا الجريدة الفلانية تروح الإشهار تحي يكون جريدة الفنية ما يكون شو جريدة من الفرنسية لأنه واحد ما يقرأها من فلاحين مثلاً هذه قراءتي أنا للإشهار لفي اعتقاد الإشهار المؤسساتي من المفروض يكون هو سبونسور الأساسي تعريد التعبير والديمقراطية بالتبع الحكومة هذه عندها سياسة ثانية تاعل الإشهار استعملها توظفها دير بها الزابونية هذا معروف فهذا المشكل اللي اتطلقنا عليها قلت لك مدامش 30 ثانية ثانية ففي حد ذاته الناس ما تعجبتش كثير لأنه لازمك إرادة سياسية هذه الإشارة أنك تعين واحد مثلاً متحزب أنت لو قرأت البيان هو متحزب فقط هذا هو هذا هو اعتراضكم لا اعتراضنا أنه يكون واحد متحزب لو كان شخصية مستقلة كانت تكون إشارة سياسية وضحة تعالى أنك تفتحت حقيقة أنا لا أنتظر الكثير فيما يخص الإعلام المؤسساتي إذا ما زلنا نحن الفكر السياسي الدائم في الجزائر وليس بالجديد هذا الفكر السياسي الدائم هو الإعلام المؤسساتي أدات للبقاء في السلطة سيد رحب أنت تدرك أنه سلطة الضبط المستحدثة حالياً هي استحدثت ليس من أجل الإعلام العمومي استحدثت للقنوات الخاصة التي تنشط في المشاهد بما في ذلك العمومي بما في ذلك العمومي لكن أكثر شيء موجه من المفروض من المفروض أول قرار تحك أن يكون هو أن تمنع من القنوات الخاصة والعمومية أن تبث الصور تعالى الرهينا الفرنسي يعني توقع بإشهار للجماعات الإرهابية يعني توقع سيد رحب أنه إنشاء مثل هذه الهيئة سيكون له أثاره الممكن الضاغط مثلما كان دور لاناب لو كانت نشر الإشهار على الجراب لا أنتظر شيء من هذه الهيئة لا أنتظر شيء لأن أنا أقول لك هي مسألة إرادة سياسية عندما القرار السياسي يقول مثلاً للتلفزيون العمومي افتح فضاءاتك على المعارضة على الجميعيين تعرف المشكلة إحنا أنك ما كانش توازن في الخبر إذا تحب تخلق مواطن وعي هذا ما خلقنا الشيحنا لازم تخلق المواطن عندما يشاهد التلفزيون يشوف كل الأرى وبعد يحكم تخلق مواطن وعي حقيقة لكن حتى نتحدث عن المشهد الحالي الآن هناك قنوات خاصة هناك هامش من الانفتاح الدليل على ذلك وحضر سيد الرحابي وغير سيد الرحابي ومرحب بكم دائما في القناة بطبيعة الحال هذا دليل بأن هناك نوع من الانفتاح هل تعتقد أنه تأسيس هيئة من هذا القبيل قد يخنق هذا المفتاح اللي نتحدث عليه لا 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 أعتقد لا أعتقد أنه وصلنا إلى درجة معينة فيما يخص الإعلام مستحيل نتراجع فيها هذه الفضاءات التي ربحناها وربحناها منذ سلطة مدركة هذا المعطا تسعة وثمانين ربحناها منذ تسعة وثمانين أنا لا أنتظر الكثير أنا مارست هذه الوزارة على الاتصال والثقافة ونعرف الضغوطات من جي من كل أنحاء جي ضغوطات على الإعلام المؤسسة الناس كل تحب تضغط على ويكاة الأنباء تضغط على التلفزيون تضغط على الراديو تدير راديو محل كل واحد القوى المحلية تحوز تضغط على الراديو هذه راجعة إلى طابعة منظومة تعلام تعلن الجزائرية لازم حقيقة نغيرها وإنت عندما تقول المعارضة لدينا أفكار في الموضوع المعارضة لديها البديل إلى الوضع الحالي وهذه المعارضة التي بدناها للشعب الجزائري يحلم بها ونت تحلم بها ونحن نحلم بها أنها تجيب البديل صحيح وفاقش موش تقول فقط هاو الوضع موش مليح توصيف الوضع قال هذا الوضع أسود ولكن إذا كان حقيقة الوضع أسود جيب البديل اخترح البديل والمعارضة والهيئة التي انتمي إليها عندها البديل والدريع إلى ذلك إحنا رح نطلع رسالة وهذه كانت من نقاط البيان الختامي صحيح رسالة إلى الشعب الجزائري ممكن تطلعنا في عجلة فقط صيد الرحابي معالم هذه الرسالة وش رح يكون فيها أنا كلفت برئاسة الوفد الذي سيدير سياغ هذه الرسالة ستكون أولا تشخيص للوضع الحالي ثم نقوله الجزائرين هاي المخاطر رح تعيشها جزائر بدون تخويف وترهيب الجزائريين فقط تشخيص مسؤول واختراحات للخروج من الأزمة وخلي الجزائري يحكم خلي الجزائري يزمي يكون شاهد على الوضع الحالي ما يقولش غضوة ما عم بديش هذه حقيقة فلسفة السياسة هذه السياسة هو يعني إنه شي الحلم يكون ممكن لو ما حلمش 22 جزائري بسيق للجزائر لما سيد رحابي حتى نختم الحلقة على هذا هذا النبرة التفاؤلية وحديثنا عن الحلم هل السيد رحابي يرى أنه هذا الحلم الذي تتحدثون عنه من الممكن أن يصبح حقيقة في وقع الجزائر في القرب المنظور مثلا أنا بطبيعتي متفائل أنا بطبيعتي متفائل أعتقد أن نظامنا الجزائري وأنا أنتمي إلى هذا من دمعي أنا إلى هذا النظام أنا كنت بلوماسي من تحشرين سنة ثم في الحكومة فالنظام تعنا أصل إلى حدوده إصلاح النظام يكون إصلاح جزائري يكون سلس يكون سلم يكون تفوضي يكون توافقي هذا هو الحل ولماذا هذا الحكي شوف نحن درنا ثورة أنه واحد إسلامي كما قلت يقعد مع الأرسل فهذه في حداتها ثورة ولكن هذه من الدروس التي ستنتجناها من الإزمة الأمنية والسياسية تعد سعينها سيد عبدالعز رحب الحديث معك شيق بطبيعة الحال شكرا ونشكرك مرة أخرى على تلبية دعوة سعى الحقيقة لأنه مخرج الحصة يشيلي لأنه الوقت أدى همنا إلى هنا مشاهدين كرام نأتي إلى نهاية هذا العدد من برنامج سعى الحقيق الذي استضبطنا فيه الوزير والديبلوماسي السابق والعضو في هيئة التنسيق والتشاور التابعة لهيئة الانتقال الديمقراطي إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا العدد مشاهدين كرام نضرب لكم موعد لاحق بحول الله دمتم في رعاية الله وسلاما ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة